بين الفينة والأخرى نسمع تحذيرات من استمرار خطر داعش في العراق وسوريا تقرير أممي حذر من مخاوف استمرار عمليات التنظيم الإرهابي في العراق مع استعداد القوات الأمريكية القتالية للانسحاب من العراق وبالرغم من الانتكاسات فإن داعش على وشك أن يكون مشكلة لبعض الوقت في العراق وأيضا في سوريا معلومات استخباراتية تفيد بأن داعش تطور إلى شكل تمرد راسخ مستغلا نقاط الضعف في الأمن المحلي للعثور على ملاذات آمنة واستهداف القوات المشاركة في عمليات مكافحته وأضاف التقرير أن الهجمات في بغداد في يناير وإبريل من عام 2021 تؤكد صمود التنظيم على الرغم من الضغوط في مكافحة الإرهاب الشديدة التي تمارسها السلطات العراقية ووفق التقرير يواصل داعش مهاجمة المدنيين والأهداف السهلة في بغداد لجذب اهتمام وسائل الأعلام وأحراج حكومة العراق كما أعربت أجهزة المخابرات عن قلقها من أن داعش يستغل ضعف التواصل والتنسيق بين المحافظات العراقية المختلفة حذرت بعض وكالات الاستخبارات من أن الوضع السياسي غير المستقر في العراق وأيضا في سوريا سيعطي التنظيم المتطرف المزيد من الفرص لترسيخ مكانته مسؤولون أمريكيون يقولون أن داعش تضاءل في العراق ويقود ما لا يقل عن ثمانية ألاف مقاتل في جميع أنحاء العراق وسوريا خلال الوقت الراهن